للحديث حول عام على الطفان وما جرى في السابع من أكتوبر كتب الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية مقالا تحت عنوان خمس فرص في ذكرى السابع من أكتوبر دكتور السيف عبد الفتاح سيف الدين عبد الفتاح معنا عبر الهاتف في مقالك تحدث عن ما سميته بالفرصة الحضارية والمقاومة الحضارية الشاملة في ذكرى عام على الطفان ما الذي تقصده بذلك بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا في واقع الأمر أن الطفان بما مثله من عمل نوعي قامت به المقاومة إنما يشكل فرصة بما يعكسه من قيم أساسية كامنة فيه ومن ثم فإن الطفان هذا وإن تخذ شكل عمل قتالي وعسكري في البداية إلا أنه يفرض على الأمة أن تقوم بعمل حضاري شامل يحتضن هذا الطفان ولذلك أكدت ومنذ البداية على تحول هذا الطفان من طفان الأقصى في غزة إلى طفان الأمة في العالمين وعلى هذا الأساس أكدت على مفهوم المقاومة الحضارية وعلى هذا المفهوم الذي يتعلق أيضا بالفرصة الحضارية ذلك أن الفرصة الحضارية التي تكمن في هذا الطفان تتخذ أشكال متعددة في هذا المقام وهي تتنوع بين السياسي والاستراتيجي وكذلك العقدي والإيماني وكذلك الأمر الذي يتعلق بالمعاني المؤسسية في هذا المقام طيب هناك معاني كثيرة هي ربما دعوة دكتور عبد الفتاح لقراءة هذا المقال ذلك اسمح لي أن أركز على بعض الجوانب والفرص التي تحدثت عنها في مقالك تحدثت عن ما أسميته الفرصة الثقافية وجرائم التطبيع قلت كشف طوفان الأقصى جريمة التطبيع ومحاولة استرداء إسرائيل التي تقوم بها العديد من النظم العربية والإسلامية إلى أي مدى فعلا ترى بأن ما جرى هو فعلا انكشاف لهذه الدول على الرغم من أن أداء هذه الدول خلال العدوان على قطاع غزة يثبت بأنها ماضية في التطبيع بعض هذه الدول زاد حجم تبادلها التجاري مع دولة الاحتلال خلال العدوان عما قبله لكن أستطيع أن أقول أن طوفان الأقصى كشف المتطبيعين وكشف ظاهرة التصاهي في الأمة ذلك أن المتصاهين العرب إنما يشكلون في حقيقة الأم حالة ليس فقط الهزيم والخزلان ولكن من الخيانة التي تكون هذه القضية الأساسية والتي تتعلق بقضية مصيرية ألا وهي القدس والأقصى ومن ثم فإن هذا الأم كاشف والفضح في آن واحد ولعل ذلك قد لا يمنع التطبيع ولكنه يؤشر على كل من يطبع أنه يطبع مع عدو ولغ في دماء أهل غزة حتى جاء هذا الأمر الذي يتعلق به حتى هذا اليوم حتى هذا اليوم سطر المجازر متتابعة كيف يضع هؤلاء يدهم في يد عدو غاصب وفي يد عدو دموي إن هذا الأمر يؤكد أن هؤلاء فقدوا كل ليس فقط كل معاني الإنسانية ولكن كل المعاني التي تتعلق بالشرف والعزة والفضح في أيضا في الفرص ذكرت فرصة الحركة الإسلامية المركبة في طوفان الأقصى وقلت أن هناك فرصة مهمة للحركة الإسلامية كأبرز القوة التي استفادت من الطوفان كيف ذلك؟ البعض سيقول بأن حماس على الرغم من صمود المقاومة في غزة إلا أنها تلقت ربما ضربة عسكرية على الأقل تدمير قطاع غزة إذا كنت أيضا تعيد حزب الله من القوى الإسلامية أيضا فحزب الله تلقى أيضا ضربة قاسية باغتيال معظم قياداته في حقيقة الأمر أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الوقوف عند مشهد معين ثم تكبيره هذه المشاهد التي تتعلق باستشهاد هذا أوزاك إنما تتعلق بمثل هذه المعارك الكبرى ومن هنا فإنه وأتذكر هنا كلمة إسماعيل هنية الشهيد إسماعيل هنية حينما قال كلما سقط سيد قام سيد نعم هذا هو الأمر الذي يتعلق باستمرارية المقاومة كفكرة وحق ودين أعقيدة هذه المسألة هي التي تربط هذا الشأن ولا تنظر أن هنا إلى مقتل هذا أو ضربات هنا فإن الحرب كبر وطر وإنها تضر على العدو وإنهم يألمون كما تألمون شكرا جزيلا لك هذا الأمر يؤكد على أن مقطوفا كان مجمعا لفرص كثيرة وعلى الأمة أن تستثمرها شكرا جزيلا لك دكتور سيف الدين عبد الفتاح إذن بعد عام من العدوان على قطاع غزة وحسب تقرير صدر عن المرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان فإن نحو 10% من سكان قطاع غزة استشهدوا أو جرحوا في حرب الاحتلال المستمرة وإن أكثر من 50 ألف من الفلسطينيين تقريبا استشهدوا بين هؤلاء 42 ألف أدرجوا في سجلات وزارة الصحة الفلسطينية نصفهم من الأطفال والنساء 100 ألف آخرون أيضا أصيبوا وعشرات من الألاف من جثامين الشهداء ما تزال تحت الأنقاض وفي الشوارع ورغم ذلك كله يؤكد الغزيون في الذكرى السنوية الأولى لطفان الأقصى أن تلك العملية كانت بمثابة رد طبيعي مشروع على استمرار الاحتلال في الاستيطان واعتداءاته المتكررة على المسجد الأقصى وبقية الأراضي الفلسطينية غزيون في ذكرى طوفان الأقصى بين الاحتفاء والقهر من العدوان أكد الغزيون في الذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى أن هذه العملية بمثابة رد طبيعي ومشروع على استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الاستيطان واعتداءاته المتكررة على المسجد الأقصى وبقية الأراضي الفلسطينية وتحدث العديد منهم عن فقدان أحبتهم خلال العدوان الصهيوني الغاشم إذ يعاني المجتمع الفلسطيني من آلة القتل والتدمير الإسرائيلي وفي إطار هذه المشاعر المختلطة برزت أيضاً أصوات تدعو إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات المتبعة في مواجهة الاحتلال وقال سعيد رماح إن الذكرى الأولى لطوفان الأقصى هي احتفال بالنصر المؤذر والمؤرخ على العدو الإسرائيلي ووجه المواطن الفلسطيني من مدينة غزة تحية لأبطال المقاومة الفلسطينية والشعب الغزي الصامد على أرضه فيما عبر عبدالوكيل ثابت عن اعتزازه بما قام به أبطال المقاومة في السابع من أكتوبر 2023 وما قدموه من شهداء منذ ذلك الحين وفي مقدمتهم الشهيد القائد إسماعيل هنية رغم أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دمرت كل ما يملكه وما لا يملكه الشعب الفلسطيني واتفق معه غسان نور الدين من خان يونس وقال إن ذكر السابع من أكتوبر بمثابة تذكير بالشهداء من أمهاتنا وإخواننا وأطفالنا الذين قتلتهم الآلة العسكرية الصهيونية وقالت المواطنة الثلاثينية إن الفلسطينيين فقدوا كل شيء من الممتلكات وأراضي ومنازل لكنهم لم ولن يفقدوا عزيمتهم إلا أن سوزان كاميل من مدينة دير البلح قالت إنها تشعر بالتعب بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة مضيفة لا نريد حروبا نريد للعملية السياسية أن تبدأ لأن الشعب الفلسطيني قد تعب نحو عشرة بالمئة من سكان قطاع غزة قتلوا أو جرحوا بالحرب قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من خمسين ألف فلسطيني بينهم اثنين واربعين ألفا ندرج في سجلات وزارة الصحة الفلسطينية أكثر من نصفهم أطفال ونساء ووصيب نحو مائة ألف آخرين بينما ما تزال ألاف الجثامين للضحايا تحت الانقاض وفي الشوارع بحسب تقرير صدر عن المرصد الأورو متوسطية لحقوق الإنسان وقدر التقرير الذي صدر عشية الذكرى الأولى لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بأن نحو عشرة بالمئة من سكان قطاع غزة إما قتلوا أو جرحوا أو فقدوا أو اعتقلوا فيما ثلاثة وثلاثون بالمئة من الضحايا من الأطفال وواحد وعشرون بالمئة من النساء بينما تم اعتقال الآلاف بشكل قصري ما زال نحو ثلاثة آلاف وستمائة منهم في مراكز اعتقال واحتجاز مختلفة ورصدت تقرير الحقوقي نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة عائلة قتل منها عدة أفراد منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي ويشمل ذلك ثلاثمائة وخمسة وستين عائلة فقدت أكثر من عشرة أفراد بينما فقدت أكثر من ألفين وسبعمائة وخمسين عائلة ثلاثة أفراد على الأقل ودع المرصد الحقوقي المجتمع الدولي إلى فرض حظر كامل على توريد الأسلحة لإسرائيل والتوقف والامتناع عن تقديم أي مساعدات في المجالات العسكرية والاستخباراتية وإيقاف جميع التراخص واتفاقيات الأسلحة والاستيراد والتصدير وحث المرصد على فرض العقوبات السياسية والاقتصادية على إسرائيل والدول المتواطئة معها بما في ذلك منع السفر وتجميد الأصول الحكومية وكذلك الأصول الخاصة بالمسؤولين الحكوميين والكيانات والأفراد المتورطين في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني أجدد التحية بضيوفي هنا في الأستوديو الكاتب والباحث جلال ورغي الإعلامي والكاتب دكتور محمد علوش وكذلك بالأكاديمي وأستاذ القانون والسياسة دكتور نهاد خنفر حقيقة وأنا أحضر لهذه الحلقة العديد من الفيديوهات القديمة في ذكرى الطوفان لكي أختار بعض المشاهد عن ما يقوله الغزيون في هذه الذكرى مشاهد حقيقة لا أستطيع عرضها يعني ما زال لدي صداع كيف يتحمل هؤلاء كل هذا الحجم من الألم الذي يفقد ابنه الذي يفقد بنته الذي يفقد أمه أبوه هذه المشاهد ما زالت حتى اليوم صور اليوم من جباليا صور اليوم حقيقة صور مؤلمة لقتل الناس بالمسيرات وهم داخل أحد المحلات يتبضعون يعني ما يوجد في ذلك المكان ليطعموا أبناءهم وبعد ذلك بعد هذه الصدمة من الألم تجد الغزي أو حتى الأطفال يقولون إن لله وإن ليه راجعون نحن كلنا في ذا المقاومة فأنا أتخيل من أين جاء هؤلاء بكل هذا الحجم من الصبر من الإرادة من أي جبلة جبلوا الحقيقة جمال ونحن نتحدث عن العدوان الإبادي على غزة لا نستطيع بالتأكيد أن نتحدث على الشهداء باعتبارهم أرقام كل شهيد قصة كل طفل قصة حلم مستقبل أمل ماضي وحاضر ومستقبل وبالتالي في تقديري باستمرار على المدافعين عن القضية الفلسطينية أن يؤنسنوا هذا الجانب بشكل كبير بحيث تكتب فيه سردية ليست سردية أرقام ومحاججة وإنما سردية حقيقية تكشف همجية هذا العدوان بربرية هذا العدوان وحشية هذا العدوان والحقيقة أن حجم الضحايا وحجم الجريمة المرتكبة هي تعكس طبيعة هذا العدوان هو في الحقيقة نستطيع أن نقول بدون أي تحفظ أنه في بداياته في الأشهر الأولى هو حرب عالمية ضد غزة وليس حرب إسرائيلية ضدها لأنه بصراحة في الأشهر الأولى كل ما يسمى بالمجتمع الغربي أو الدولة الغربية عفواً استفت إلى جانب بن يمين نتنياه هو حكومة الاحتلال المتطرفة الإرهابية وبالتالي زودتها بغطاء دبلوماسي غطاء سياسي وزودتها بكل أنواع وأشكال الأسلحة ما الذي تغير اليوم يا جلال؟ أمريكا وبريطانيا ما زالوا يزودون بالأسلحة؟ على كل حال الكثير من الدول أخذت مسافة بعض الدول أولاً تحد من طبيعة الأسلحة المتدفقة ولكن في نهاية المتطرف يعني ما مورسة على غزة ومدنها المختلفة في تقديره هو حرب عالمية بأتم معنى الكلمة ويعني الغربيين في هذا الصدد في الحقيقة عند الحروب لا يعيرون اهتمام كثير ونحن نتذكر في الحرب العالمية الثانية في نهاية المطرف طائرة مرت فوق هيروشيما أبادت ستين ألف في دقائق وليس في ساعات ولا في أيام في دقائق ثم مرت على ناكازكي أيضاً وبالتالي هذا الجانب المتوحش للأسف شديد هذا الجانب المتوحش واللاحضاري في الغرب هو الذي يرعى هذا الاحتلال ولكنه لن ينتصر هذه مهمة جداً لأن نتنياهو الآن يقول يجب عدم وقف القتال طالما أن العدو يشكل خطراً على وجودنا وسنواصل القتال وسننتصر حتى الآن دكتور محمد لم ينتصر بنامين نتنياهو فهل يعني هو أنه سيقاتل إلى نهاية؟ يعني إذا عدنا حتى خطاب نتنياهو ليس فقط هذا التصريح يعني كل خطاب نتنياهو إذا أردت أن تفكك وتعيد بناء لفهم حقيقة ما الذي يريد حقيقة تجد أن العبارة غير واضحة أو المضمون غير واضح هل هو يتهم كل فلسطيني بأنه عدو؟ يعني أحياناً تفهم منه أنه كل فلسطيني هو عدو وليس فقط مقاوم الآن أصبح كل لبناني أيضاً طبعاً طبعاً لأنه شوف لألك جلال جمال عفواً أنا في تقديري أنه الاحتلال لم يترك خيار كنت تتحدث عن ضحايا أو أهالي ضحايا خسروا أولادهم متحدث عن عشر بالمئة يعني يا رجل هناك عائلات شطبت من السجل المدني بالكامل يعني حتى العقل لا يستطيع أن يستوعب كيف عائلة بالكامل تشطب من السجل المدني وكأنها لم تأتي إلى الحياة يوماً شيء يعني فوق العقل على التصوير وهذا يحاول الاحتلال يكره بلبنان أيضاً طبعاً طبعاً شوفوا الاحتلال لا 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 الاحتلال باتفاق الجميع على أنه متمرس جداً في التوحش في قتل المدنيين من نساء وأطفال وتدمير من تحتية وهذا ليس جديد عليه لكن أنا في تقديري هي حرب إرادات صراع إرادات هذا الطفل الذي تتحدث عنه أو الأب أو الكهل الذي يتحدث بهذا النبض القوي جداً هو صاحب إرادة هو يرى أنه بين خيارين لم يترك الاحتلال له خيار ثالث إما أن يموت بكرامة أو أن يحيى ضمن وطن له هوية وله إسم كما قال محمود دلويش أنه حتى الأسماء سرقوها مننا أسماءنا سرقوها يعني أنت الآن احتلال لا يعترف بوجودك أصلاً وإذا أردت أن تقول أنك موجود يمارس أكثر عمليات القتل بشاعة بحقك طيب ما الخيار الذي تركه إذا كنا نتحدث عن قطاع غزة محاصر منذ عام 2007 ما الذي ترك الخيار؟ أثر من ذلك هو يغذي المقاومة بهذه الطريقة يعني حتى إبادة بطيئة وهذه الإبادة البطيئة عندما لا تنجح أو تتحول إلى خشنة وتخدش يتحول إلى الإبادة الخشنة وهو القتل المباشر والعنيف لكن دكتور نهاد عندما يقول نتنياهو سننتصر ويغير اليوم هو غير اسم الحرب الآن هل استقر على اسم؟ لأنه عنده أثر من اسم حرب النهضة يعني حرب النهضة وحرب القيامة وحرب الموجودية كلمة النهضة يستعير منها ربما المصطلحات الأولى لقيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عندما يعتبرون أن هذه الدولة هي لحماية اليهود في العالم والنهضة من جديد هل يبدو بأن ابن يمين نتنياهو يستطيع أن يحقق أي نهضة؟ الآن ما زال هو يغوص في رمال غزة والآن يغوص في جنوب لبنان ولا يستطيع أن يتقدم أمتار في جنوب لبنان أسوأ شعور يمكن أن يمر به أي شعب أو أي فرد سواء كنا نتحدث عن الضمير الجمعي أو الضمير الفردي هو الخوف والتهديد البجودي نتنياهو منذ اللحظة الأولى التقط هذه الإشارات لأنه يعرف في الأصل بأن هناك عملية ضخ دائمة لجرعات السموم التي تضع الإسرائيلي في كل فلسطين التاريخية تحت سيطرة عنصر الخوف الدائم ولهذا حول في كل كتب على فكرة في كل المناقشات الفكرية إذا استطعنا أن نسميها كذلك كان يتحدث دائما ضمن رؤى سياسية تبتعد كثيرا عن الأرض مقابل السلام لأن هذا شعار لطيف مخفف ولا يعطي للإسرائيلي في داخل إسرائيل هذا المستوطن القادم يعني من اللا مكان يتحدث معه الأرض مقابل السلام وكأنه يتحدث عن قناعات جديدة إعادة تشكيل المبادئ الوجودية لهذا المستوطن لكن عندما قال الأمن مقابل السلام إذن هو يضع هذا المستوطن في دائرة الخوف الدائم ونعتقد أنه يرمي فعليا إلى توحيد وهنا يعني البعد الشخصي في هذه العلاقة يرمي إلى وجود كم هائل من الجيش الخائف أنا أقصد المستوطنين العاديين يعني الذين لا يخدمون في الجيش حتى يعني يتمترسوا خلف روايته وسرديته في إنهاء الآخر لكن سرديته ألا تحمل ضعفها في عنوانها نعم نعم هذا ما ندرك نحن نحن الذين نقف على الجانب المقابل له تماما ولكن يبدو أنه في داخل هذا المجمع الاستيطاني يجد كل الآذان تصغي إليه بكل التفاصيل ولهذا وكأنه يقود هذا المجتمع الاستيطاني وهو نائم كالذي يمشي نائما هذه حقيقة هو يشعر بالخوف عندما يسمي هذه الحرب حرب النهضة تمام ويستعير مصطلحات وجود الدولة الأولى ويقول لا لا هو يريد ما يجري هو خطر على وجود الدولة هو يدرك تماما هو يريد يدب حجم الضعف استعارات تاريخية استعارة كما أشار الأستاذ ناهي إنهاد القصد منها هو سلب إرادة حتى المستوطن الإسرائيلي وإشعاره على أنه لا خيار له إلا أن يستمر خلف بن يمين ناتنيوه في هذا المشروع التوسع بالضبط الحرب التي لا نهاية لها القائمة في الأساس على عقيدة قتالية موجودة داخل إسرائيل أنا في تقديري هي لب المشكلة عقيدة قائمة على التفوق الناري أنها طالما تملك قوة فإنها تستطيع أن تخلق حقائق لا يدرك يعني حتى الذين يعتقد هذه النظرية هذه مخالفة للتاريخ مخالفة للتاريخ يعني أنت تمارسها بالضبط هذه مخالفة للتاريخ يعني أنت في نهاية المطاف تقتل نفسك لأنه في التاريخ لا تستطيع أنت هناك ما يسمى حتى بالعلوم العسكرية القوة غير المنظورة ما المقصود بالقوة غير المنظورة؟ حرب الإرادة حرب الضمير حرب الرغبة بالحياة هذه غير منظورة لكنها قد تواجه البندقية قد تحولك بنفسك يعني عفوا وأنا هنا لا أروج الذي يتحول إلى جسد متفجر كما كانت تمارس القسم أو تعاهد بذلك ما الذي يحمل شخص على هذه العقيدة ويذهب ليتحول هو إلى قنبلة هناك تحول ما في عنفه في أساسه حجم الغضب حجم الغضب أنت قل حجم الغضب سعليون تحدثنا هم يقولون بأن ما يقوم به نتنياهو سيحول كل الشرق الأوسط إلى 7 من أكتوبر جديد وبالتحديد إذا استمر هذا المسار وهو عدم يعني عدم الوصول حتى إلى تسوية مع هذا الفلسطيني الذي يطالب بحد أدنى من الأرض بجملة مختصرة بجملة مختصرة نتنياهو مثل ما قال أستاذ نهاد في بداية الحلقة عندما تحدث أنه يفضل يسميها حربي بادة فعلا المنظومة الإسرائيلية اليوم اختطفها نتنياهو استدعى أولا الخلفية السهيونية التي تقدم أصلا خاصة المسيحية السهيونية والرواية الدينية العماليك موضوع العماليك نعم الرواية الدينية للتفوق اليهودي وهم الأخيار والآخرون مسخرون أستاذ جلال هو تحدث فعليا عن ما نص عليه سفر التثنية إن استسلموا فاستعبدوهم وإن لم يستسلموا فاقتلوا منهم حتى الحمير استدعى هذا الجانب إلى جانب ما يسمى بالشعور بالتهديد الوجودي خاصة بعد 7 أكتوبر وعطفهم على مغامرته هو الشخصية ربط هذا بمساره هو الشخصي بوجوده وجوده مهدد في وجوده السياسي أنه أفضل هروب من الوقوف أمام الاستحقاقات المسائلة والبسعودية السياسية هو الحرب إلى الأبد الحرب المستمرة إلى الأبد وهذا في الحقيقة أنت سأل جمال إلى متى وهل فعلا يستطيع في تقدير هذا سيتحول عبء على المشروع الإسرائيلي ويتحول عبء على المجتمع القوى الغربية التي تدعم دار الأمريكي لأنه بات يمثل عبء عليهم بشكل واضح بالمناسبة يعني تقوده زوجته هذا حتى الإسرائيليون يتحدثون عن ذلك لكن مع ذلك يا دفور محمد هناك هناك ارتفاع في شعبية بن يمين نتنياو أسبوع هناك إجماع إسرائيلي على الاستمرار في هذه الحرب تقريبا وحتى بالنسبة للحرب على لبنان أكثر من 70% يؤيدون تلك الحرب جميل جميل مرة كنت أستمع إلى خبير بشأن الإسرائيل وأعتقد أنه رجل موثوق فيما يورد من معلومات يقول لا يوجد رأي عام في إسرائيل هناك مزاج عام في إسرائيل بمعنى هذا المزاج متقلب كما الطفل ساعة مبسوط لكن هذا المزاج الآن ما هو معه بالضبط طالما أنت تحقق إنجازات بالنسبة لهذا الداخل أو هذا المزاج تحقق له إنجازات وإن كانت تكتيكية وليست أهداف حقيقية يعني عملية الاغتيالات التي حدثت اغتيال نصر الله على سبيل المثال رفعت شعبية بن يمين نتنياهو إلى السماء لكن السؤال الحقيقي هل باغتيال نصر الله استطاع أن يدجن حزب الله ويستطاع إعادة المستوطنين إلى الشمال أو هدفه هذا هو قال القضاء على القدرات المستراتيجية العسكرية حزب الله لا يبدو جملة المختصرة لو سمعت الجملة المختصرة هي أن دولة الاحتلال تتبنى بشكل مطلق خيار شمشون إما أن أنتصر وإما أن أهدم المعبد على رؤوس الجملة لكن أمريكا لن تصرح بذلك هذا ما يتبنوه هذا ما يقومون بها على كل حال في هدفهم غير المعلن بالتهجير يبدو بأن ذلك لم يحدث ولن يحدث كما في تغريدة إبراهيم المدهون الذي يتحدث فيها عن هدف الاحتلال الإسرائيلي ويقول انتبهوا لما يحدث الآن في غزة وخاصة في شمال القطاع في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بحرب لبنان وتهديد إيران يحاول الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ خطته القذرة لتهجير أهالي وسكان غزة وشمالها هناك أكثر من أربعمائة ألف فلسطين في غزة يرفضون الرحيل رغم مرور عام على الحرب كل من استجاب لأوامر الاحتلال في النزوح سابقا ندم ندما شديدا يعني أنا كفلسطيني أقول لو كنت مكان جدي رحمه الله وأبي رحمه الله عام 48 ما طلعت لم أخرج وهؤلاء فعلا جيل غزة تعلم ذلك وتربى من خروج 48 وخروج أيضا ع عام 2067 حسب ما أفهمت من بعض المؤردين بالتأكيد ليست بإرادتهم بالتأكيد هناك جيوش عربية قادمة إعادتهم بالتأكيد أن الأمور هي بضعة أيام ولذلك أغلب هذه العائلات أخذت مفاتيح بيوتها حتى تحول هذا المفتاح إلى رمز لكن تهديد لنعترف لم يكن بحجم التهديد الحالي لكن جمال أيضا التحولات المعلوماتية ما تتعاق حقيقيا اليوم العالم يشاهد لا يستطيع سابقا الذي لا ينزح يمكن يرتكب في حقه مزر يبادو والبقية يساقوا كالقطيع بدون جنح الظلام ليس هناك لا وسيلة تغطي ولا احتجاجات تحدث اليوم العالم يتفرج ويشاهد المجازر على المباشر وبالتالي أي محاولة لتفعل العصابات للتهجير العصابات الصهيونية أنا ذاك لم تكن دولة بمفهوم الدولة لكانت عصابات وحتى هذه العصابات كانت تتقل فيما بين من هذه المجازر وبالتالي كانوا يمارسون عملية تكيل الوعي بالفعل على الشعب الفلسطيني لكن الآن أتى بمفهوم العقس حتى إسرائيل الآن تغيرت حتى الآن إسرائيل تغيرت يعني إسرائيل التي كان يقال عنها أنها لا تستطيع أن تقاتل لفترة طويلة وأنها لا تستطيع أن تقاتل على جبهة واحدة وأن إسرائيل أيضا عند أول طلقة صاروخ الكل يهاجر هذا أيضا تغير نوعا ما والله هي لا تستطيع أن تقاتل لو واجهت جيشا حقيقيا هذه حقيقة يعني لو واجهت الجيش المصري كيف لها أن تصمد أمام الجيش المصري هذا الجيش العملاق أو الجيش الإيراني بشكل مباشر على الحدود أو الجيش العراق السابق هي حقيقة وبوحدة بدون معونة أمريكية بدون ذخائر بدون طائرات تجسس بريطانية يوميا حتى مع بعض المعونات التي تأتي من الناتو لو واجهت جيشا حقيقيا الحجم الحقيقي زي ما قلت مثل العراق السابق أو الإيران الحالي أو التركي مثلا كيف لها أن تصمد أنا قصد وبالمناسبة لا تأظم شكرا صحيح أنا قصد أن إسرائيل تغيرت الدول تغيرت المجتمع الفلسطيني أيضا تغير والدول الأخرى تغير أكثر من ذلك أكثر من ذلك ظهرت ظاهرة جديدة الآن في المجتمعات وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وهي ظاهرة المنظمات الفاعلة ما دون الدولة أصبحت لعب أساسي حتى في رسمه هذا لم يكن موجودا سابق حتى عسكريا يقال الآن بأن سبب تأخر بن يمين نتنياهو في اختيار ربما الأهداف الإيرانية للانتقام هو القدرات العسكرية الإسرائيلية العاجزة عن تنفيذ سينايوهات كبيرة بن يمين نتنياهو يتم الحديث في الصحافة الإسرائيلية أنه يريد توجيه ضربة لمنشآت نووية مدنية تعيد الاعتبار بالنص يعني حتى لا يستفز إيران أو منشآت حيوية كبيرة كمنشآت النفطية أو تكرير النفط لكن عسكريا طائراته عاجزة عن الوصول إلى الأراضي الإيرانية دون إمداد بالوقود في الجو وهذا لن يتم إلا بدعم أمريكي وبالمرور فوق أراضي ربما غير مطبعة السعودية مثلا لا يستطيع أو العراق والعراق يا رجل سؤال إذا الخلاصة أنه رغم كل ذلك التفوق التكنولوجي والعسكري الإسرائيلي إلا أن له حدود حدود تمنعه الآن من اتخاذ قرار الضرب جمال من المضحك المبكي أنه حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تقدم دعماً لوجستياً للطائرات الأث 35 الأمريكية الصنع التي تريد أن تقصف في إيران تعرف أن القواعد العسكرية التي تستطيع أن تساعدها من أين هي موجودة في مناطق عربية في المناطق المتجولة يعني العربية بالضبط يعني ليست في مناطق حتى في ما يعرف في البحار العالي وهذه معضلة أخرى لأن الدول العربية الخليجية لا تستطيع أن أقصد 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 هناك إشكالية حقيقية لمدى القوة الإسرائيلية في المنطقة حتى نكون منصفين هم أعلنوا بشكل رسمي أنه لن يسمح لقواعدهم القواعد أن تستخدم لشن هجوم على إيران هذا هذا تم الحديث بشكل رسم لأنهم أقرب إلى إيران على الضفة الأخرى من الخليج عفوا ما المصلحة العربية إذا كانت الدول العربية دعني أسأل سؤال موضوعي ودون أجندات إذا كانت الدول العربية عاجزة بالفعل عن مواجهة الاحتلال أو على الأقل عن إقناع الإسرائيلي بمنح الشعب الفلسطيني ولو دولة هزيلة دولة يعني مسخ عفوا على التعبير إذا كانوا عاجزين ما مصلحتهم عفوا ما مصلحتهم بأن يوفروا دعماً لوجستياً لإسرائيل أو للوات المتحدة الأمريكية أن تقدم لا يوجد مصلحة بالبعد الاستراتيجي بالأمن القومي لا يوجد مصلحة المهم أنهم يشعرون طبعاً طبعاً أنا لا أتهم أنا لا أتهم أنا أقول لا يوجد مصلحة في الأساس هناك مصلحة بتحجيم إيران هذه مصلحة استراتيجية لبعض الدول العربية لكن الواقع الآن في مصلحة عربية بتحجيم إيران لكن ليس هناك مصلحة عربية أيضاً بأن تكون إسرائيل متسيدة في المنطقة هذا ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار يعني المصلحة العربية الحقيقية هي أن تكون هذه الدول العربية ذات استقلال خاص بها يعني ما الذي يمنع أن تكون مصر أحد هذه الطواحن أو أحد هذه الرؤوس التي تطحن أيضاً يعني الآن هذا يقودنا للحديث حول أدوار النظام العربي بين العجز والتواسط تقرير في صحيفة الخدس العربي قال إن مواقف النظام الرسمي العربي في هذه الدول لم تكن مختلفة أو بعيدة عن توقعات جماهيرها حيال التفاعل مع طوفان الأقصى منذ انطلاقته حتى مرور الذكرى السنوية واستشهد بمواقف الأردن حيث قال إن الموقف الرسمي من حماس على سبيل المثال ما زال رغم كل ذلك على ما هو عليه حيث لم يجري خلال عام كامل أي اتصال بين الأردن والحركة أما مصر فتجلى موقفها حسب الصحيفة على لسان اللواء ممدوح الإمام مساعد مدير المخابرات الحربي المصري السابق الذي قال إن مصر لم تتعاطف سياسياً أبداً مع ما يجري في غزة وإنما ستتعاطف إنسانياً أدوار دول الطوق العربي بعد عام على طوفان الأقصى لم تكن مواقف النظام الرسمي العربي في دول الطوق مختلفة أو بعيدة عن توقعات جماهيرها حيال التفاعل مع طوفان الأقصى منذ انطلاقته حتى مرور الذكرى السنوية الأولى له ففي الأردن ظل الموقف الرسمي من حركة حماس على ما هو عليه حيث لم يجري أي اتصال سياسي مع الحركة كما كان الموقف الأمني حازماً تجاه أي محاولات لدعم المقاومة الفلسطينية وإصال السلاح إليها فيما استمرت محاكمة عدد من الشباب في محكمة أمن الدولة بتهمة تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية كما استمرت تعاون الأمني بين الأردن والاحتلال بحسب تقارير عبرية في الوقت الذي بقي فيه الجيش الأردني حريصاً على استقرار وهدوء الحدود والمساعدة في صد الصواريخ الإيرانية التي استهدفت الاحتلال أما مصر فتجلى موقفها على لسان اللواء ممدوح الإمام مساعد مدير المخابرات الحربية المصري السابق الذي قال إن مصر لن تتعاطف سياسياً أبداً مع ما يجري في غزة وإنما ستتعاطف إنسانياً فقط ولم تفعل مصر شيئاً أمام حرب الإبادة التي هددت أمنها القومية على الحدود فمنعت المساعدات إلا بموافقة إسرائيلية ولم تحرك ساكناً حيال اقتراب الجيش الإسرائيلي من الحدود في تحدي صارخ لاتفاقية كامب ديفيد بل تم استغلال دخول الغزيين الهاربين بأبشع صور الاستغلال المالي وبمبالغ باهضة أما سوريا فتفاعل النظام فيها بفتور مع الحرب في غزة حيث اكتفى بعد عملية طوفان الأقصى بإصدار بيان ربط فيه عملية طوفان الأقصى وحرب تشرين وتوقع كثيرون أن تكون الساحة السورية خصوصاً القريبة من الجولان المحتل هي الساحة الأكثر تفاعلاً مع معركة طوفان الأقصى إلا أن تلك الجبهة كانت الأضعف إذا ما قورنت بجبهة جنوب لبنان واليمن وحتى العراق أما لبنان فكانت جبهته هي الأكثر تضامناً مع الطوفان فرغم المعادلة الداخلية المعقدة إلا أن المقاومة الإسلامية ممثلة بحزب الله دخلت المعركة بشعار الإسناد الكامل وهو ما كلف الحزب اغتيالات كبيرة طالت الأمين العام حسن نصر الله وقيادات في الصف الأول العسكري والسياسي وما تزال جبهة لبنان الأكثر اشتباكاً عسكرياً مع تداعيات العدوان على غزة يعني في المواقف السياسية كل نظام يحسب في ميزان الربح والخسارة ما الذي سيكسبه وما الذي يمكن أن يخسره من أي موقف الآن دعونا نتحدث عن مواقف الدول العربية الكبرى مثل مصر والمملكة العربية السعودية ما الذي كانت ستخسره لو أخذت مقاربة مختلفة مصر رغم كل ما يقال عن النظام المصري وارتباطه بالولايات المتحدة وعجزه أمام الغرب والديون لكن هل فعلاً يعني ترون إذا بدأت معك جلال بأنه هذا أقصى ما كان يستطيع النظام المصري أن يقوم به لم يستطع حتى في الخطاب السياسي كما تقول الصحيفة أن يقترب قليلاً على الأقل في المقاربات السياسية شوف جمال في موضوع الموقف العربي إجمال بما في ذلك يندرج الموقف المصري والأردني وبقية المواقف الحقيقة أنه أولاً يعبر على ما تم تناقله وتداوله بشكل كبير في بداية الحرب حرب الإبادة على غزة ونستعمل مصطلح الأستاذنهات هو أنه وزير الخارجي الأمريكي لما زار المنطقة في أول زيارة له طلب من هذه الدول أن تلتزم الصمت وأن تحافظ على الاستقرار الداخلي ومحاولة السيطرة على الأوضاع الداخلية هذا الجبان أمام بن يمين نتنياهو الذي يتلعثم أمام بن يمين نتنياهو والذي يخجل بن يمين نتنياهو في كل زيارة هو أسد على الزعماء العالم للأسف شاء النقطة الثانية جمال أنه الدول العربية كما تذكر تداعو مع الدول الإسلامية إلى اجتماع في الرياض قمة العربية الإسلامية قرروا كسر الحصار لم يكسر قرروا إرسال مساعدات أرسلوا الأكفان ثم أغلقوا حتى المساعدات ونزلوا بعض المساعدة بالمضلات سقطت على رؤوس الغزية ومثل ما قلت التزموا الصمت حتى الحركة الدبلوماسية إن عدم باستثناء الأردن يعني كان في حالة متميزة باستثناء الأردن والحقيقة وأنا فعلا كنت سأشير الأردن إلى حد الآن رغم كل الملاحظات على الموقف العربي المجمل ولكن تبقى الأردن ووزيع خارجيتها يعني له أداة متميز وفعل مقارنة حتى إلى فرصة قريبة لم تقطع العلاقات الاقتصادية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي فأي تميز هذا كيف موقف الأردن متميز هل هو فقط في الجانب الخطابي نعم على مستوى المواقف على كل حال وهو أن تبدي موقف جمال المشكلة مثل ما تحدثنا نحن نتحدى على الموقف الأردني في العلاقة هو التفصيل تفصيل تحليل في العلاقة بالمواقف الأخرى نحن لا نسمع مثلا تونس أو السعودية أو بقية الدول العربية تذكر بالسمرار وحتى الجزائر الكبيرة حتى الجزائر الكبيرة يعني كل ما في الأمر أنه من حين لآخر بالمناسبات بينما المجازر تحدث يوميا ولم يطالبها أحد لا بالحرب ولا بتصعيد كل ما في الأمر بوقف الحرب هذا ليس لا يدخل هل هي خسارة استراتيجية دكتور محمد ما شكل النظام العربي خلال هذه الحرب على قطاع غزة غير مسبوخ حتى في النظام العربي من 48 للآن لم تشهد المنطقة العربية مجزرة بهذا الحجم حتى في محطات سورية نظام العربي الرسمي كنا نذكر في بداية الأحداث في سوريا تداعى بشكل سريع جدا أخرج النظام السوري من جامعة الدول العربية شكل مع عدد كبير من دول الغرب لجنة أصدقاء سورية ثم تراها أكيد بعدها كل هذا لم نلاحظه في قطاع غزة فما يتيم بقرار يتيم لم ينفذ صحيح أنا تقديري حتى نكون منصفين وموضوعين وبشكل عام المشهد العربي النظام العربي الرسمي مسلوب الإرادة ومسلوب الإرادة تندرج تحت عدد من العنوين منها خوف أيضا على الوضع الداخلي قلق من الموقف الأمريكي باعتبار أنه أمريكي لاعب كبير جدا في استقرار هذه النظم بعضهم لا يريد لأنه ما زال مؤمن بفكرة أنه إسرائيل لا تزال لديها قوة ردع وقادرة بالفعل على إلحاق الدمار بكثير من منجزات بين قوسين اقتصادية بنتها هذه النظم أيضا هذا يلعب دور وهناك شيء أكثر خطورة أنا في تقديري لا يزال عقدة في كثير من النظم العربية تظلم به القضية الفلسطينية وهو أن العداء التاريخي الذي صنع تجاه إيران بغض النظر وهنا لا أدافع عن إيران أقول إيران بالفعل قد يكون لديها مصالح مطامع مشاكل مع كثير من الدول العربية أخطاء إلى ما هناك لكنها دولة إقليمية لكنها دولة إقليمية لكنها دولة إقليمية واستعداء إيران كان بابا بالفعل على فكرة القبول بالتقارب مع إسرائيل كون أن إسرائيل في نهاية المطاف قد لا يكون لديها مطامع في كثير من الدول العربية أو أنها قد تكون عامل موازن في هذا الصراع وأكثر من ذلك من هذا الباب تم شيطنت حتى القضية الفلسطينية واختزلت من أنها قضية شعب وأرض إلى أنها قضية فصائل مقاومة تنتمي في أغلبها أقول بحسب هذه السردية إلى إيران التي لديها مطامع وتحولت هذه القضية وكأنها تعمل بالوكالة عن الأصيل وهي إيران وهذه إشكالية كبيرة أنا في تقديري حتى اللحظة كثير من النظم العربية لا تملك القدرة على اتخاذ المبادرة وسأنظر إلى نصف الكوب الملآن يعني هل هنا آخر على الأقل حتى أكمن الفكرة فقط أنا في تقديري الآن رغم كل ما تكلمنا عنه عن عجز وخزلان وأنا في تقديري حتى هذه اللحظة لا يزال الدول التي ترفض التطبيع مع الاحتلال ما لم يكن هناك دولة فلسطينية يعتبر موقف مقدر أنا من وجهة نظر مثل ماذا كمثال على ما ذكر دكتور محمد هل يمكن أن نقول المقاربة السعودية حتى الآن التي ترفض التطبيع ما لم يكن هناك مسار دولة مضمون من خلال الولايات المتحدة الأمريكية ما لم يكن هناك بالنسبة للسعودية ضمانات أمريكية أمنية كبرى قد تجعلها في حلف مع الولايات المتحدة الأمريكية كما إسرائيل شوف السعودية لديها مقاربة أولا مقدرة كما تفضل الأستاذ بخصوص الموقف العلني الشهير أنه لا تطبيع لا علاقات مع إسرائيل بدون دولة فلسطينية مستقلة بغض النظر عن الخوض في تفاصيل لكن هناك أيضا مطالب سعودية لا تقلل أهمية بالنسبة لهم عن القضية الفلسطينية مثل معاهد الأمنية والبرنامج النووي بالضبط لكن موضوع المنطقة أو ما يجري علاجه في المنطقة وضعت القضية الفلسطينية كأساس يعني وضعت بالتساوي أو بالتوازي مع المصالح السعودية نفسها هذا وأتمنى أن يستمر هذا الموقف لكن ما يجرح ضميري وأنا عبرت عن هذا الكلام في أكثر من محطة وفي أكثر من لقاء هنا في المحطة هو الموقف المصري يعني مصر أنا بالنسبة لي لا أزال أكذب نفسي وأرغب أن أكذب نفسي أن مصر غير مصر التي أراها الآن في الموقف يعني من موضوع قطاع غزة بالتحديد عوضا عن كونه يعني أولوية في الأمن الاستراتيجي المصري وفي الأمن الحيوي المصري عوضا عن العلاقات الاجتماعية المتواصلة عوضا عن موضوع الجغرافية السياسية والمخاطر التي تتهدد مصر يعني البحر الأحمر وقناة السويس هي مخاطر حقيقية يعني مصر هي التي تدفع الأثمان مصطحة أمن قومي لمصر لا يستمر هذا الوضع استراتيجي لن ينتهي ولن يتوقف يعني بدأ منذ عندما كانت مصر هي التي تسيطر على قطاع غزة ولن تنتهي بعد يعني ألفين عام لأن قدر الجغرافية هو الذي يحكم هذا الموضوع فمصر بالنسبة لي حقيقة الأمر لازلت أفاوض نفسي أنه ما أراه حقيقة أم غير حقيقة دعونا أن نراحظ هذه المشاهد هذه المشاهد هي حقيقة للأسف لاعتداء بعض الجنود المصريين على الحدود مع قطاع غزة على فتن غزي اجتاز الحدود في شهر مايو الماضي انظروا جعب dualة فب celeعي إن شآل Sempre bon انظروا جعب dualة استراتيجي انظروا جعب إلى انظروا جعب يعني كان واجب هؤلاء الجنود أن يستضيفوا هذا الشاب أن يحموه أن يقدموا له الحماية يعني كان واجب الجيش المصري الذي يتحدث عن بالمعنى الإنساني مجردا عن العسكر والأمين حتى الضابط الذي يتحدث عن المقاربة الإنسانية أي مقاربة إنسانية؟ المساعدات تتعفن في الجانب المصري للأسف الشديد جمال هذا المشهد يعني قد أحياناً نبالغ ونقول حتى ممكن الجنود الإسرائيلين أحياناً يترددوا في أن يمارسوه أحياناً رغم أنهم يمارسوا الإرهاب والتوحش والبربرية فمثل ما قال أستاذ نهاد يعني مصر مصر اليوم لا تفرد في غزة هي تفرد في نفسها تفرد في مكانتها تفرد في تاريخها تفرد في حظرها وتفرد في مستقبل لأنه فعلاً هذه المواقف التي تبديها مصر اليوم يعني حتى دفاعها على مصالحها المباشرة يتم بالتوسل وتحيل على البارح وزير الخارجية المصري يتحدث أنه نرفض وجود الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفي طيب لمن تقول هذا ويخاطب وزير خارجي البريطاني طيب هل تريد بريطاني أن ترسل لقوات يعني أنت لا تستطيع أن تدافع كيف تترجم ذلك؟ كانت مجرد خط يعني تستطيع أن تدافع عنه بنفسك تتوسل للقواء الغربية من أجل يعني كان هناك فرص حقيقة للدولة المصرية لتثبت على الأقل في المجال الإنساني أنها قادرة على إيصال المساعدات بالحد الأدنى لكنها تأخرت لم تدخل المساعدات في الأشهر الأولى لا يعني في الأشهر الأولى تتذكروا كيف كان الاحتلال يفرض على المساعدات أن تمرع معبر كرم أبو سالم ثم ترجع من معبر رفح والمصريين يقولون هذا هي الإجراءات الإسرائيلية لماذا تستسلموا لها؟ والله بعيد جدا عن أن أقول أن الدولة المصرية عليها أن تثبت كان عليها أن تقوم بذلك لماذا تثبت؟ لماذا تثبت؟ يعني هي ليست دولة ضعيفة وليست دولة مستضعفة ولا يجب أن تكون لذلك السؤال دكتور نهاد هذا المؤلم في الموضوع كله والمؤلم أكثر بأنه هذا كان السبب بتمادي الاحتلال الإسرائيلي جزء كبير الأشهر الأولى هو الاحتلال اتهم مصر بأنها هي التي تعيق المساعدات لأنها فعلا كانت جانب مصري الأهم أنه اتهمها أمام محكمة العدل الدولية كان هذا في مرافعة دولية ثم تمرد بن يمين نتنياهو وتمادى وأغلق معبر رفح برمته ثم تمرد أكثر وسيطر على الحدود كلها لذلك الموقف العربي إلى أي مدى وهذا هو سؤالي يمكن أن يشكل حتى بالنسبة للدول المطبعة خالد مشعل اليوم في العودة لكلمته قال بأنه دولة الاحتلال خطر على الدول المطبعة لنتذكر جميعا بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي ما زالت حتى الآن تمارس فيتو على شراء الإمارات العربية المتحدة هي التي تعتبر الآن في الساحة العربية الأكثر تطبيعا طائرات المتحدة على طائرات F-35 فسؤالي لكم ألا تشعرون بأن الدول العربية المطبعة أيضا هي ليست في أمان استراتيجي بين قوسين والله أنا في تقديري حتى أوروبا لا لا خلينا على الدول العربية أقصد حتى أوروبا في هذه العقلية المهمة الآن في دولة إسرائيل حتى أوروبا مهددة حتى لو تحدثنا عن لاجئين حتى لو تحدثنا عن توسيع الحرب ملايين اللاجئين أين سيذهبون حتى هذا يشكل خطر حتى على أوروبا لكن الدول العربية لكن سأتي إلى الدول العربية بس لو سمح تلي أستاذ نهاد لأنه بقضية المصرية في إشكالية ينبغي أن توضح بصراحة أنا حسب ما أقرأ الموقف المصري الموقف المصري يعيش عقدتين حقيقة في موضوع قطاع غزة العقدة الأولى وهي لم يستطع تجاوزها بعد وهي عقدة الأخوان المسلمين يسقط هذه العقدة على من يحكم في قطاع غزة ويعتقد أن هذه المقاومة سواء كانت حماس أو الجهاد أنهم مسيطرون على الأرض وأن الجهة القادرة دعني فقط أوضح ما لم يقوله الموقف المصري لكنه ضمنا هو يعيشه يعتبر أن هذه هي امتداد للإخوان المسلمين التي تشكل خطرا على هذا النظام من ناحية إضافة إلى أن هذه المقاومات الموجودة في قطاع غزة هي امتداد إيراني هو لا يخفي حتى المصري هذا الكلام وهو يعتقد أن الحل الوحيد لا تحكم مصر فكرة الصراع مع إيران لكن في تقديري يعني في تقدير الخارجية صحيحة لا لا حتى مصر إلى حد ما لكن موقف أكثر مرونة لا تزال مصر تعتقد أنا لا أقول أنها تبرر هذا على الإطلاع لكن لا تزال تعتقد أن هناك مجال لإضعاف هذه القوى المسيطرة في قطاع غزة وتعويم السلطة الفلسطينية أو قوى أخرى يمكن التعامل معها أكثر رغم كل هذا المصاب عودة للموقف العربي بشكل عام الموقف العربي لا يختلف كثيرا في هذه الجزئية في هذا الإطار لكن الإشكالية أنا في تقدير الموقف العربي أنه حتى هذا الموقف العربي غير منسج في كليته وإذا ما ذهبنا إلى الدول بالفعل التي ذهبت إلى اتفاق مع إسرائيل هي ذهبت إلى اتفاق مقابل شو؟ يعني هي عندما تحدثت حتى عن اتفاقات إبراهام وإلى ما هناك كان الهدف الأساسي هو خلق واحة اقتصادية في المنطقة تكون إسرائيل جزء منها إلى حد ما لا يوجد قلاق لكن الذي حصل أنه بعد 7 أكتوبر اكتشف على أنه حتى هذه الرؤية هي غير صحيحة وغير واقعية وبالتالي أصبح أنا في تقديري أمام حتى هذه الدول أن تراجع المنطلقات التي انطلقت منها للذهاب إلى هذا الخيار وهو خيار التفاهم مع إسرائيل دون حل المشاكل العالقة معها جمال في تقديري أنت سألت على الموقف العربي وخطر الخطر الإسرائيلي على الوضع العربي هذا يتأتى من جهتين من جهة العدوانية الإسرائيلية المتمادية والمتوسعة والتي يعني خرجت من نطاق الفلسطيني إلى اللبناني إلى السوري إلى العراقي اليوم حواظر عربية كبيرة مستباحة من الإسرائيليين هناك دول مطبعة فضلا على ما تفعله إسرائيل بهذا العدوان التوسعي من هز استقرار المنطقة هذا سينعكس في تقديري ليس فقط على مستوى الأمن العام في المنطقة وعدم الاستقرار وإنما سينعكس حتى على مزاج الشعوب في العلاقة بحكامه في هذه المنطقة كل ما رأوا تخاذل كل ما رأوا خيانات كل ما رأوا تطبيع سنرى مظاهر تطرف ومظاهر ردة فعل غير محسوبة داخل هذه البلدان ربما ثورات جديدة ربما ربع جديد ما رأيك إني هذا يضاف إلى ذلك بعد جريمة البيجر الموصوفة في لبنان نحن نعرف أن الدول التي تطبعت مع إسرائيل طبعت على اعتبار أنها رائدة في مجال التكنولوجيا إذن كل شيء يأتي بتكنولوجيا الاحتلال سيكون فعليا هذا فعلي بالضبط ويجب أن يتحسسوا رؤوسهم يعني الدول المطبعة في هذا السياق بالمعنى الأمني البحث لست خبيرا أمنيا بس شاهدنا ما شاهدنا إذن يجب أن ترفض أن يكون هناك أي تعاون تقني مع إسرائيل سواء في التكنولوجيا العادية أو تكنولوجيا الاتصالات أو التكنولوجيا العالية لأنها ستفجر هذه الدول في أي لحظة تزعل منها شكرا لك دكتور نياد خنفر أستاذ القانون والسياسة كما الشكر أيضا للكاتب الإعلامي دكتور محمد علوش والشكر موصول للكاتب والباحث أستاذ جلال ورغي عام من الصمود والثبات والصبر والرباط في أكناف غزة عسقلان عام من العزة والتحدي والإباء والتصدي لجبروت دولة الاحتلال القوة العسكرية وغطرستها لأقوى جيش في الشرق الأوسط وسنة من قوافل الشهداء والأيتام والثكانة سنة من الأسر والاعتقال في غزة والضفة سنة من الخذلان العربي الرسمي والشعبي سنة من التواطئ الغربي فكيف مرت عليكم الذكرى السابع من أكتوبر ساهموا معنا بتعليقاتكم في كافة منابرنا على مواقع التواصل الاجتماعي نترككم في أمان الله